السلام عليكم معكم أحمد حتاحد بالفيديو اليوم هنتكلم عن كيفية تفعيل دوال الجديدة بالأكسل 2016 هاي الموضي رواجهت كتير من القروب ومنون أنا فتواصلت بشكل مباشر مع مايكروسوفت بعتلون السؤال وجاوب علي ومشيت الخطوات تمام واشتغل وضع 100% يعني هلا أول شي عندي أنا الأكسل بس لا أفتحه بكتاب يساوي أحد دوال الجديدة تكست جوين بتظهر لي مباشرة أو الدالة سويتش مثلا فبتظهر لي بشكل تمام هلا الخطوات طبعا مايكروسوفت كانت كتالي أني مسكر الأكسل فوت على الرون طبع الويندوز لاختصارة ويندوز مع R بعدين بكتب تعليمة Excel Safe مشان نفتح الأكسل بالوضع الآمن فبكتب كلمة Excel بعدين Space بعدين هاي اللي سلاش بعدين كلمة Safe بكبس Enter بالحالة بفتح لي مايكروسوفت أوفيس بوضع الآمن موضع الآمن هادغط أكسيبت خطوة تانية قالوا لي روح على فايل بعدين على options من الأوبشنز طبعا الخيارات عندي مو متاحة كلها لأنه فايل بالساف موضع بدخل على الاد انز من الاد انز بختار هاي اللي بنفعل منا البور بيفوت والبور كويري والبور ماب هلا هون انا شو ما علي نفعل بإيميل الصح تبعون فأنا بما اني كتاب تبع الخطوات فالصحات اللي كنت عاملها كلها ياتا امتا بعدين بضغط اوكي بس تضغط على اوكي بأفل الوفيس تبعي باستنى شوي و بفتح مرة تانية الأكسل بالوضع النظامي هلا هون بجرب اكتب الدوال تبعي تم ادخال الدوال الجديدة هلا لو روح على فايل options فعل مرة تانية البور بيفوت مثلا انا بدي البور بيفوت والفيو والماب بس ادخلتوا هاي لقيتها اضافته هون جرب اكتب الدوال اشتغلت بكفاءة هلا صار معي مشكلة تانية انه بس لفعلت الاد انز انا سكرت الوفيس تبعي بعدين رجعت فتحته مرة تانية و كتبت الدوال فما ظهروري هاي المشكلة يمكن تنحل بابديت جديد يعني فلازم مرة تانية نفوت عالساف مود نلغي عيد الخطوات نفسها يعني فبس لعدت الخطوات نفسها كانت الدوال يعني رجعت اشتغلت نظامي سكرت الاكسل تفتحه مرة تانية و يساوي تكست جوين ظهرت مرة تانية فهي المشكلة يمكن تنحل ان شاء الله بتحديثات قادمة انا ارسلت لنيها مرتان ان شاء الله اذا تصلوا لحل حيبعتوا لي بشكل مباشر كان معكم احمد حطاحت والسلام عليكم موسيقى موسيقى